هو مجموحة ومجموحة ومجموحة ولكن الاسقاط هذا شيء نعمل بموجب أما المواضع الأخرى هذه أسرار البلد ولا نتحمل مسؤولية كشف أسرار إلا ما هو مصلحة البلد فقط نعمل بمجموحة نعمل بمجموحة ولكن نحن نقوم بمجموحة لا نتحدث أي مجموحة عن إراك إلا أنها في المدين بنفس الوقت خروجنا أثر تأثير مباشر على وضع القضاعات العسكرية لم نجد شارع الآن في بغداد إلا وموجود القضاعات للحرس الجمهوري يجري التفتيش وانتشار كامل في بغداد أمر طبيعي أن تحصل باعتقالات ليس في صفوف الأقرباء ستحصل اعتقالات عشوائية كما كانت تحصل سابقا أحيانا حتى بدون ذنب وستحصل إعدامات أيضا وهذا متوقع بسبب معرفتنا بطبيعة النظام وعمله غير المنظم وعمله غير الصحيح وانتشار كامل وهذا يعني أنك ستعمل من الأردن على قلب نظام الحكم والإطاحة بالرئيس صدام حسين وإزاحته عن السلطة العمل سيكون العمل سيكون من داخل العراق وسيكون الملساحة العربية هي كلها ستعمل أيضا للإطاحة بالنظام الحالي الموجود ما نسع إليه هو أن تكون علاقاتنا كبيرة وواسعة مع الدول العربية ومع الدول الجيران للعراق وكذلك الدول العالمية الأخرى التي لها صلة وعمل مع العراق ومصالح سمعنا أنه كان هناك اتصالات مع جهات امريكية فيما يتعلق بما تعرفونه عن العمليات التسليحة العراقية فهل حدث ذلك وماذا عندك لتقول لهم الآن الاتصالات مع العراقيين رسمين كانوا او غير رسمين في داخل العراق وخارج العراق ولكن سنجري اتصالات ايضا على المستوى العربي والدولي لمصلحة العراق سنعمل بشكل فاعل على رفع الحصار من خلال اتصالاتنا الدولية لأن هذا الحصار هو ليس لمصلحة النظام بل هو مصلحة البلد مصلحة المواضن العراقي لو لم نحس بمصلحة المواضن لما خرجنا من السلطة لم نكن متضررين لم نكن متضررين نحن شخصيا من وجودنا في السلطة بل نحن مسؤولين نتمتع بصلاحيات كاملة وحركة كاملة ولكن معاناة شعبنا هي التي دفعتنا للخروج والعمل ضد هذه السلطة ولكنها كانت المسؤولين من نحن المسؤولين التي نحن المسؤولين لنساعد المسؤولين والعمل 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 والعمل